اهلا بكم من جديد تارأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع السابع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشاد المجلس بالنتائج التي تم تحقيقها فيما يخص المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق الفرص الوظيفية للبحرينيين كما تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراضا لخطة عمل بالتعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنظام الإلكتروني الذي دشنت هو زارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخرا والمخصص لتسجيل وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجه مصرف البحرين المركزي للمستهلكين تحذيرا من عملية احتيال يتم فيها انتحال هوية الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية وموظفيها واشار المصرف الى ان الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية كانت قد تلقت اخبار متعلقة بعمليات احتيال يتم فيها طلب رسوم من مستثمرين مقابل تسوية مطالبات تعويض احتيالية تدعي التعلق بانشطة تجارية لعدد من الشركات الخاضعة لاشراف الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية وقال المصرف انه حرصا على توعية المستهلكين وتحذيرهم من مثل هذه الاعمال والانشطة يؤكد على ضرورة توخي اقصى درجات الحيطة والحذر في حال استلام اي مراسلات من اي شخص يدعي تمثيل الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية ويجب الامتناع عن ارسال اي اموال لهؤلاء الافراد والان نترككم مع سعار صرف الدينار البحراني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا الاسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.53% مقفلا عند مستوى 1468 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والفنادق والسياحة وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 5 ملايين و 158 ألف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت مليون و 342 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 80 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالي السعودية التي اغلقت عند مستوى 8796 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.26% لتكون الربح الاكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد اغلقت عند مستوى 4991 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.72% أما سوق دبيل المالي فقد اغلقت عند مستوى 2626 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.13% أكد وزير الاقتصادي والتخطيط السعودي محمد التواجري أن روح الاصلاح الاقتصادي تكمن في التنوع وهو ما تسعى الحكومة اليه في المرحلة الحالية وكشف في مقابلة مع العربية عن التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي بـ 2.5% في 2019 وأشار إلى أنه لا يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي واصفا إياه بالمحدودة وأضاف أن برامج الرؤية والاستثمارات السعودية بالإضافة للمبادرات الداخلية والأتمة سترفع من معدلات النمو الاقتصادي السعودي لهذا العام وأضاف التواجري أن الشركات الكورية موجودة في المملكة وتستثمر بشكل كبير وأن الاتفاقيات مع كوريا أكبر دليل على نية البلدين في تطوير العلاقات التجارية أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي افتتاح مطار خليجي نيوم الوقع في منطقة شرمة شمال المملكة مشير إلى أن المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من يوم الأحد المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ليصبح المطار رقم 28 بالمملكة بميزة تنافسية عالمية حيث يمكن لـ 70% من سكان العالم الوصول جوا إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى ويعد مطار نيوم نافذة جديدة على البحر الأحمر وواحدا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تاميزا جغرافيا نظرا إلى وقوعه على حدود السعودية والأردن ومصر النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل اكتشاف مصدر خطر جديد محتمل في طائرات بوين 737 ماكس التي سقطت منها طائرتان خفضت وكالة فتش للتصنيف الاتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن فرضت الأخيرة تعريفات جمركية نسبتها 25% على باقي الصادرات الصينية إلى أمريكا والبالغ قيمتها 300 مليار دولار وأشارت إلى أن تلك الضريبة قد تخفض الناتج المحلية الإجمالية العالمي بنحو 0.4% في 2020 وأضافت في تقريرها إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى انتقال التوتر من الحرب التجارية إلى حرب العمولات إذ من المتوقع أن تخفض الصين أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة مئوية بما يسمح بتراجع اليوان بنحو 5% وهو ما سيتبعه قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة أيضا قرر البنك المركزي في إيرلندا فرض غرامة قدرها 1.6 ملايين يورو على بنك جيبي مورغان بسبب الأخفاقات التنظيمية الخطيرة في صندوق دبلان وقال المركزي الإيرلندي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن الغرامة المناسبة كانت تفوق مليونين يورو لكن تم تخفيضها بنسبة 30% بما يتماشى مع نظام خصم التسوية المنصوص عليه في لائحة العقوبات الإدارية التابعة للبنك وذكر البنك خلال البيان أن مؤسسة جيبي مورغان الفرعية أقرت بأربع مخالفات تنظيمية في الفترة بين يوليو 2013 ويونيو 2016 والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لأنها اكتشفت مصدرا خطرا جدا أو جديدا محتملا في طائرات بوينغ 737 ماكس في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربين زمنيا أوقع 346 قتيلا وفي البداية قاومت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرارات وقف التشغيل وكانت الصين أول من تبنى مثل هذا القرار ولكنها سارت على نفس النهج فيما بعد ونتيجة لذلك تمتنع شركات الطيران العالمية عن تسلم طلبياتها الخاصة من ماكس 737 قبل أن يتم تحديث البرنامج وترقيته لمنع وقوع كوارثة جديدة بشكل لا لبس فيه وكانت شركة بوينغ قالت في أبرل الماضي أن أزمة الطيراز ماكس 737 كلفت بالفعل مليار دولار